صباح الخير عليكم بعدما خلصنا كلامنا على بوتولومي the 11th هنيجي بعد كده لبوتولومي the 12th الحقيقة بوتولومي the 12th أساسا كان اللقب الرئيسي بتاو نيوس ديونسيس نيوس معناها الجديد وديونسيس هو أحد أشهر الأليهة اليونانية فمعناها ديونسيس الجديد الإله اليوناني ديونسيس الجديد وحكم مصر من 80 قبل الميلاد حتى 51 قبل الميلاد الحقيقة بوتولوميوس الثاني ديونسيس بعد وفاة بوتولوميوس 11 اللي هو قتل برينيكي الثالثة بعد زواجه منها وصار عليه أهل اسكندرية وقتلوه بعد أنه هو متولاش الحكم أكتر من سنة الحقيقة أهل اسكندرية ورجال البلاط البطلمي استوعبوا الدرس كويس وحاولوا أن هما يصلوا لأي حد من نسل العائلة البطلمية وما يكونش موالي لروما زي البطلميوس 11 ودوت علشان يمنعوا التدخل الروماني السافر في شؤون مصر وفي اختيار حاكم أو ملك مصر وحفاظا على استقلالية مصر وبعد فترة طويلة قدروا أن هما يوصلوا لأثنين من سلالة الأسرة البطلمية وفعلا تم تعيين واحد منهم اللي هو الأكبر ولقب بطلميوس نيوس دينوسيس أو بطلميوس الاثناشر والتاني كان أصبح حاكم أو ملك على جزيرة قبرص والاثنين دول بعد طول العناء وطول تدوير الرجال البلاط البطلمي قدروا يوصل لهم وعين واحد منهم زي ما قلنا كملك بطلمي والآخر كملك على جزيرة قبرص يعني إيه ديسندنس من سليل يعني من نسل ديسندنس of the potholomeic family they finally found two illegal sons of potholomey the ninth soter the second بعد طول تدوير وبعد طول البحث قدروا أن هما يوصلوا لإثنين من أبناء الغير الشرعيين لبطلميوس التاسع and they lived outside Egypt وكانوا منوجين وعيشين برا مصر members of the court immediately sent for the two sons لكن هذا الإسراء in order to stop the roman intervention يعني إيه رومان intervention التدخل التدخل الروماني to stop the roman intervention in Egypt the elder son namely potholomey the twelve اللي هو لوقب بنيوس ديونس was announced to be the king of Egypt in 80 BC تم إعلانه أنه هو ملك مصر سنة 80 قبل الميلاد as for the younger brother الابن الأصغر he became the king of Cyprus كان حاكم أو ملك على جزيرة قبرص الحقيقة زي ما قلنا نيوس ديونسس كان اسمه الأساسي the new ديونسس نيوس معناها new ديونسس هو one of the major Greek deity ولكن أهل اسكندرية اللي كانوا معروفين بحبهم للسخرية وللدعابة سموه حاجة تانية خالص سموه ايوليتس و ايوليتس معناها the flutist ومعروفة الكلمة ذي يعني في الكتب العربي لو فتحت مثلا مرجع كده عربي حتلاقوا بطلميوس ال 12 كان ساعات يلقب بطلميوس ال 12 كتب تقول بطلميوس ال 12 نيوس وساعات تلقب بطلميوس ايوليتس اي الزمار ليه تسمى الملك ده بالزمار نتيجة انه هو كان بيحب يلعب على قالة المزمار طبعا علشان روما كده تقطع عليها الطريق من قبل اهل اسكندرية انها تتدخل في اختيار الملك المفروض ان هم كانوا عايزين موالي لهم زي في حالة بطلميوس ال 11 الذي لم يكتمل حكمه لاكثر من عام ثارت فائرة روما ضد البطلميوس ال 12 اللي جاب رجال الملك البطلمي او البلاط البطلمي وما اعترفوش ببطلميوس ال 12 كمالك على مصر بل وادعوا كذبا ان بطلميوس ال 11 او صافي وصية ان مصر تقول اليهم بعد وفاته خلاص وعلشان بطلميوس ال 12 كان شخص غير محنك وكان شخص ضعيف الارادة فكان بيحاول يتودد لروما ويكتسب رضاهم باي وسيلة اني كانت وده طبعا طبيعي مع ضعف الدولة البطلمية وظهور روما كقوة سياسية سائدة وطاغية في البلاد في العالم القديم انذاك رفضوا الاعتراف رفضوا الاعتراف رفضوا بطولمي ال 12 ال king of egypt they even proclaimed يعني he proclaimed الدعو that بطولمي the 11 خلاص recommended that his kingdom will turn to rome after he does ان هو أوصى او يعني قال ان مصر تقول لروما بعد وفاته he recommended that his kingdom will turn to rome after his death being a weak character علشان هو شخص ضعيف بطولمي the 12 tried hardly حاول بقدر الامكان وبقدر المستطاع to gain the satisfaction ان هو يكسب رضاء to gain the satisfaction and the support ويكسب قوة او مؤذرة روما the support of rome in any possible way بأي طريقة كانت كان عايز يكسب رضاهم بأي طريقة ان كانت he hardly tried to gain the satisfaction and the support of rome in any possible way طيب يعني فلاشلايت كده على روما وإيه اللي بيحصل في روما روما كانت فيها صراع كده داخلي ما بين حزبين خلاص حزبين سياسيين تمام الحزب السياسي الأول اللي هو Republican Party اللي هو الحزب الجمهوري ودوت كان بقيادة واحد اسمه بومبي وخلي بالكو بومبي دوت حيظهر أثره بعد كده وديموكراتك Party اللي هو الحزب الديموكراتي وكان بقيادة واحد اسمه كراسوس إيبقى في روما حصل صراع سياسي ما بين حزبين سياسيين الحزب الجمهوري بقيادة بومبي والحزب الديموكراتي بقيادة كراسوس there were a very a severe political struggle between two major political parties in Rome the first one is the Republican Party and it was led by بومبي a very important military leader and the Democratic Party which is led by another military leader called كراسوس طيب كل واحد فيهم كان بيحاول انه هو يثبت انه هو الافضل والاقوى وانه هو اللي يقدر يقود روما بعد كده طيب الريبوبليكن بارتي الحزب الجمهوري عمل ايه بومبي الحقيقة اللي هو قائد هذا الحزب راح للشرق وقدر انه هو يستولي على السلوسيد امبير في 64 قبل الميلاد وده طبعا كان انجاز كبير جدا لروما انه هي ادرت اخيرا تضع يدها على الدولة السلجوقية او الدولة السورية هناك والاقوى اذا the Republican Party and the Democratic Party were struggling and they are trying every time to prove that they are better from the other party that every party of them is better in leading Rome in leading the Roman society better than the other political party so Republican Party which was led by Pompey a very important military leader he was sent to the east where he achieved success يدر يعني يوصل لنتاج عظيمة جدا he succeeded in capturing يدر ان هو يحط ايده على ايه بقى the solicited empire and this great achievement happened in 34 BC طيب طبعا الحزب الديمقراطي مش هيسكت كراسوس اختر احد ابرز او اهم قواده اللي هو مين بقى يوليوس قيصر وهنا بدأت تدقنا يعني ايه يدق جرس نهاية الدولة البطلمية يوليوس قيصر كان احد اشهر القواد الرومان وكان كراسوس هو اللي اختاره وقدم خطة كده لسيناتو الروماني انه هو عايز يستولي على مصر ولكن الاسف هذه الخطة قبلت بالرفض من قبل الحزب الجمهوري تمام the democratic party كراسوس the leader of this party the leader of the democratic party chose one chose of one of his important nobleman to carry out his project يعني to carry out his project ينفس خطته to invade ايجبت and this man is called جوليوس سيزر however the plan of conquering ايجبت was not achieved خطة لغزو مصر was not achieved because of the resistance of the republican party بسبب معارضة الحزب الجمهوري لي in 59 BC اللي حصل ان بطلاميوس ال 12 الويتس بطلاميوس ال 12 الزمار ادر ايه بقى ادر ان هو يعني يستميل الرومان علشان يعني يعترفوا به كملك لمصر وكصديق مخلص روما والكلام دوت كله الحقيقة روما بعدها بسنة على طول وبعد ما بطلاميوس الى حد ما ال 12 قدر يستميلها بشكل او باخر اعلنت ان جزيرة قبرص هتصبح احد الولايات الرومانية تمام واحد الاماكن التي تسيطر عليها روما ومين اللي كان بيحكم قبرص اللي كان بيحكم قبرص زي ما قلنا اخو بطلاميوس ال 12 فاخو بطلاميوس ال 12 اول الاعلان دوت اللي حصل اللي حصل ان هو يعني موت نفسه قتل نفسه وكل دوت حصل بدون اي تدخل او اي رد فعل من بطلاميوس ال 12 وده ادى لغضب شديد جدا من المصريين حاسوا ان الملك البطلامي مش بيتصرف ومش بيعمل اي خطوة فحصل قلائل في البلد وحنشوف اي كأحد اصدقاء المخلصين ان 58 BC روم announced Cyprus as one of the Roman properties هي اعلنت جزيرة قبرص كأحد الممتلكات الرومانية وكما قلائل قبل Cyprus was ruled by the brother of Ptolemy the 12 therefore the king of Cyprus was the brother of Ptolemy the 12 committed suicide قتل نفسه او انتحر without any intervention without any reaction from his brother Ptolemy the 12 من غير اي رد فعل من غير اي حاجة اي رد فعل قوي من بطلاميوس ال 12 وعلشان كده وعلشان ان بطلاميوس ال 12 كان شخص ضعيف الشخصية اهل اسكندرية صاروا عليه واستبعدوه عن الملك وراح ايه وتم يعني ايه طرده من اسكندرية ومن مصر كلها واثناء فترة غيابه مين اللي مسكت الحكم بنته اللي هي بيرينيكي الرابعة واعلنت نفسها ان هي ملكة مصر الحقيقة بطلاميوس ال 12 طبعا حيروح لروما وقالهم الحقون دول اهل اسكندرية كراشوني برا وانا عايز ارجع ملكي كملك بطلامي لمصر واثناء دول ارشخ واسناء ارشخ ارشخ برس كراشوني هالشخ واسناء فترة غيابه هي أعلنت نفسها أن هي تبقى ملكة على مصر بطولمي يعني إيه ريجين يعني يعيد ملك مرة أخرى كحاكم على مصر مش بس كده ده راح على سوريا سوريا خلاص ما بقيتش فيه بقى سوليسيد إمباير خلاص راحت وأصبحت ولاية رومانية فراح هناك لحاكم سوريا حاكم ولاية سوريا التابعة للدولة الرومانية بقى وكان اسمه جابينوس وقال له لحقني يا جابينوس تلخدوا الملك بتاعي وزعلنين مني عشان أنا ما أصرتش عشان أنتوا خدتوا قبرص وأنا صديق مخلص لروما فجابينوس الحقيقة بعت قواد لبلوزيون وفاكرين بلوزيون ديت هي المدخل الشرقي لمصر اللي دخل منها الإسكندر الأكبر والحقيقة الجالية أو الحامية اليهودية هناك سلمت بلوزيون للقوات الرومانية بسهولة وبيسر وبدون أي تدخل منهم خلاص يبقى بوطولومي دخل مصر من نفس المكان ومن نفس المدينة الحامية اليهودية من غير أي مواجهة أسكري الحقيقة روما كانت قلاص يعني مصر كانت على شفى حفرة أن هي تبقى في أيدي الرومان لكن الحقيقة النزاعات الحزبية اللي حصلت وكبرت في هذه الفترة في روما ما بين الأحزاب السياسية المختلفة هي الوحيدة اللي أنقذت مصر واضطرت روما تؤجل حلمها لغزو مصر مرة أخرى تمام؟ وبطلميوس الاثناشر قدر بصعوبة أنه يستعيد حكمه وأصبح ملك مصر مرة أخرى من خمسة وخمسين قبل الميلاد حتى موتوا سنة واحد وخمسين قبل الميلاد لكن بسبب الأحداث أو التحزبات السياسية والصراط الحزبية في روما يعني أحاولون هما يأجلوا حلمهم وكان موجود في إسكندرية وكان موجود في إسكندرية سنة واحد وخمسين قبل الميلاد توفى بطلميوس الاثناشر يوليتس الزمار وساب بنتين وولدين هو أوصى أن بنته الكبيرة اللي هي كيلوباترة السبعة خلاص لازم تتزوج من أخيها الأخ الأكبر اللي هو بطلميوس الاثناشر وأن هما لازم يحكموا بصورة حكام مشتركين مع بعض وأن روما هي التي حتى تولى تنفيذ وصية بطلميوس الاثناشر نيوس دينوسيس وبكده يكون انتهى عصر بطلميوس الاثناشر بطلميوس اوليتس أوليتس أوليática بشهيد سنة واقعة هيا الاثناشر بحثとسماء ، بطلميوس الاثناشر ب已经 فتح بصدوميوس الأوليتس comprehend الزمار فقام đây في ثم حيث ساعدد والدوتر كيلوباترا the seven should marry her brother Ptolemy the 13th and they should rule together as co-regents أنهما لازم يحكموا مع بعض كحكام مشتركين and Rome was in charge يعني he was in charge كانت المسؤولة أو الحامية of carrying out the will of Ptolemy the 12th